بسم الله الرحمن الرحيم هنواصل اليوم ان شاء الله مع موضوع الشيستوسومة اللي هي البلهرسيا كلنا بنعرف انه الشيستوسومة تتبع الديدان لكن الديدان المرة هذي هتكون تريماتودز وتريماتودز يعني وفلطحات او فلاكس فلاكس معناها وشائج وشائج يعني فلاكس في الملزمة هنلاحظ في العنوان انه اسم المرض طبعا تتبعوا معايا في صفحة 33 اسم المرض الشيستوسوم ياسز يعني دايما ايسز احنا كنا نشرح زمان نقول هي المرض اللي بتسببه الكلمة اللي جنبها الشيستوسوم ياسز يعني المرض اللي بتسببه الشيستوسومة نلاحظ انه في عندي التلات اسماء ومختصرة الشيستوسومة بس سي اتش اختصار لشيستوسومة الشيستوسومة من سوني الشيستوسومة جابونيكم هدول التنتين بشتغلوا او بكونوا موجودين في الجهاز الهضمي والشيستوسومة هيماتوبيام بتأثر على الجهاز البولي تذكروا دايما هيماتوبيام جاية زي كلمة هيماتيوريا يعني زي ما نيجي نقول هيماتيوريا يعني دم في البول هيماتوبيام بتصيب الجهاز البولي وبريزنت اس سي باريت سيكسز يعني في ميل وفي ميل الميل والفيميل هدوله دايما مرتبطين في بعض ودايما عايشين مع بعض فالشكل الظاهر تباعها انه هي خنثة دودة ذكر وانثة مع بعض الذكر هو هذا الشكل العريض والانثة هي الشكل الرفيع هذا الصورة هذه بتوضح اكتر انه فيه للذكر فيه نفق وفي داخل النفق هذا بتيجي الانثة الرفيع الطويلة وبتقع جواته اثناء التزاوج فبيبين كابل اسمه كده كابل يعني انهم اتنين زوج ولانه هذا النفق باللاتيني اسمه شيستوسومة فصار اسمها شيستوسومة ولانه العالم اللي اكتشفها واللي اكتشف قصتها ودورة حياتها اسمه بالهارس فسموها بالهارسيا على اسمه مش هنخوض كتير في تفاصيلها اشئلها ممصات اشئلها اورال ساكرز ولا فنترال ساكرز ولا غيره احنا بننركز شوية على دورة الحياة لكن قبل ما نركز على دورة الحياة احنا تقوي علقنا انه فيه تنتين منهم موجودين في الجهاز الهضمي ووحدة في الجهاز البولي تحت المايكروسكوب بتظهر البويضات تبعتها فالمانسوناي او المانسوني لها شوكة على الجنب لها شوكة كبيرة وجانبية والجابونيكم لها شوكة صغيرة جدا وطرفية على الجانب كده مش اللاترال برضو طرفية جانبية والهيماتوبيا لها تيرمينال سباين لها شوكة زي ما شايفين كده طرفية هذا الشكل وهذا الفيديو بفرجيني شكل البويضة وهي الشوكة واضحة جدا واللي جوه هذا الجنين هيطلع من البويضة هيكون اسمه ميراسيديوم وهذا يتحرك بالأهداب يتحرك بطريقة السيليا دورة حياتها لايف سايكل تبعتها بسيطة جدا وسهلة خلينا قبل ما نروح على الكلام المكتوب نشرحها كده من خلال النظر لهذه الرسمة هذه الرسمة بتبدأ من أنه الشخص المصاب راح قضى حاجته جنب برك الميا الحلوة الراكدة خصوصا في مصر اللي احنا بنسميها الترعة الترعة عبارة عن قناة جاية من النيل وبتزقي الأراضي الزراعية فبتكون مياه حلوه وراكدة في داخلها في الأرضية تبعتها ممكن يكون فيه قواقع بالشكل هذا الشخص المريض بروح بيقضي حاجته سواء بول أو براز جنب الترعة تطلع البويضات هادي أي أن كان شكلها للمنسوناي ولا للجابونيكام ولا للهيماتوبيا البويضة زي ما شفنا توفي في الفيديو بتفقص في داخل المية لما تشرب المية هادي بتفقص بتطلع منها الميروسيديوم المتحرك اللي أهداب الميروسيديوم هذا سيسبح باتجاه القواقع ويدور عليها طبعا القواقع هادي خاصة كل نوع له قوقع خاصة فيها بيتطفل على الرخويات الجوا القوقع هادي بداخل القوقع راح يطور يتحول لشكل كده طويل اسمه سبوروسيست وبعدين يتطور اكتر في داخل القوقع على شكل بالشكل هذا اله راس و اله ديل و اله طرف للديل زي الشوكر الرنانة اسمها السيركاريا والسيركاريا هادي بتكون هي الطور المعدي للانسان والسيركاريا هادي بتخرج عددها كبير جدا بتوصل ل 250 الف وحدة وطبعا بتموت من خلال 16 ل 32 ساعة عشان كده هي بتطلع جرائي تدور وين في عائل تاني او انسان او حيوان بيصبح في المية هادي عشان تخترق جسمه لما تخترق جسمه تدخل الان كيف دخلت الجسم عن طريق الاختراق وهذا بيجي دايما في محطات الصح والغلط محطات الاختيار المتعدد انه الكيفية دخول السيركاريا للجسم وخيارات من ضمنها البنتريشن طيب دخلت الجسم السيركاريا رح تفقد الديل هذا يعني هذا الراس هو اللي هيخش وهذا الديل خلص رح يضله برا الجسم رح تفقد الديل تبعها بعد ما تفوت الجسم فالراس هذا اللي بيضل هو نفس الطفل هو الراس الطفل قاعد جوا الراس هذا اسمه شستو سوميولي يعني زي تصغير لشستو سومة بمشي مع الدورة الدموية وبصل لغاية الكبد وبعدين بتحول لدودة بالغة ذكر وأنثى بترتبط في بعضها الذكر والأنثى هادي وبتبدأ بتعيد دورة الحياة تاني من خلال إنها تروح على المكان المخصص إلها فإذا كانت بتعيش في الأمعاء هي بتعيشش في الأمعاء نفسها بتعيش في الغشاء المصريقي اللي حوالين الأمعاء الغشاء اللي حوالين الأمعاء بتعيش في الأوعية الدموية اللي حوالين الأمعاء وإذا كانت بتعيش في المجال البولية فهي في الغالب بتعيش في الغشاء المغلف والمحيط في الأوعية الدموية المحيطة بالمثانا فالان هي بعد التزاوج بتبيض البويضات شفنا كيف لها شوكة الشوكة بتخترق المكان وبتنزل اذا كانت حوالين المثانا بتنزل في المثانا وبتطلع مع البول وازا كانت في الامعاء رح تخترق الامعاء وتطلع مع البراز وتعيد دورة الحياة تاني يقبل الآن بتطلع البويضة البويضة بيطلع منها ميراسيديوم سيلياتيد الميراسيديوم بتطور لسبوروسيست السوروسيست بتتطور في داخل القوقع لسيركاريا وهي الطور المعدي ولما تخترق جسم الانسان بتطلع بضل الدل برة وبتفوت للطفيل جوه وبعدين بيمشي مع الدورة الدموية وبعدين لما يصل مكانه الصحيح بيصير ذكر وأنثى بالغات وبيمسكه يعني بيرتبطه في بعض ع شكل قبل وبعيده دورة الحياة تاني طيب نرجع للمكتوب في الملزمة بيقول البويضات وهي رقم اتنين مكتوب عندنا في الملزمة تخرج الميراسيديوم الميراسيديوم هادي تسبح وتخترق قواقع خاصة اميدياتي او انترميديات هست السنيلز هادي بنسميها العائلة الوسيطي بايش العائلة الوسيط في دورة حياة البلهرسيا هي القواقع السنيلز طيب مراحل التطور اللي في داخل القواقع عبارة عن بتتطور الى طورين في داخل السنيلز اللي هي قلنا السبوروسيست والسيركاريا تمام طيب اذا رقم اربعة هادي اللي في الصورة رقم اربعة and the production of سيركاريا بقول لنا سبوروسيست وبعدين رقم خمسة السيركاريا طيب upon release of from the snail بعد ما تخرج من القواقع the infective سيركاريا swim تسبح هذه السيركاريا من treat the skin of the human تخترق جسم الانسان and shed their fork tails وتترك او تذرف ذيلها في الخارج becoming schistosomuli تصبح يعني دودة صغيرة كده schistosomuli schistosomuli migrate through several tissues تهاجر هذه خلينا نسميها الآن زي كأنها يرقى تهاجر الى الانسجة او انخلال الانسجة and stages the schistosomuli migrate through several tissues and stages to their residence in the venus تهاجر الى الاماكن والاوردة اللي مطلوب انها تصل عندها طيب تمام وهان هاي بفرجيني الاوردة هاي او بي و سي لانهم ثلاثة انواع تنتين في الامعاء واحدة في الامعاء الدقيقة والتانية في الامعاء الغليظة والتالتة هتكون اللي هي وين في المثانة اي هادي اي جابونيكا و بي منصناي الامعاء الدقيقة والب في الامعاء الغليظة و سي اللي هي هيماتوبيا في حوالين المثانة الدودة البالغة يعني تستقر في ما يسمى بالمزنتريك الشعيرات الدموية للمساريقة في اماكن مختلفة من هذا المكان مواقع مختلفة في بعض الاحيان ممكن تكون زي ما ذكرنا متخصصة اي شي في حوالين المساريقة اللي حوالين الامعاء الغليظة اي شي حوالين الامعاء الدقيقة لكن الفقرة اللي بعدها بتقول انه ممكن انه يصير تبادل بينهم يعني الامعاء الدقيقة والغليظة ممكن يصير تبادل اللي بتكون هنا بلاقيها هنا والعكس طيب التالتة اللي هي قلنا بتصيب المثانة بتروح الجهاز البولي الهيماتوبيا هنشوف الان وين ما كان توجد الجهاز البوليكم غالبا وين فوق الاوعية الدموية اللي موجودة اه لا احنا ما عنش طلنا سطر لابدام الشستسومة منسوناي وكير اوفن اه انذا سببيريور مزينتريك فينز كل هذا في المساريقة بعيد نفس الكلام واحدة حوالين الامعاء الدقيقة والتانية حوالين الامعاء الغليظة الجملة كلا النوعين ممكن يشغل نفس المكان النوع التاني يعني هادي ممكن تنوجد محل الامعاء الدقيقة والتانية في الامعاء الغليظة ويعكسو مع بعض and they are capable of moving between sites so it is not possible to state unequivantly لا يمكن التمييز بينهم بشكل صريح اني اقول فعلا هادي فقط في الامعاء الغليظة والتانية فقط في الامعاء الدقيقة ممكن يبدلوا مع بعض طيب في نصف السطر تحتها بيحكي عن الهيماتوبيا مشيستثومة هيماتوبيا most often occur in the venus bilkas of blood موجودة في ما يسمى باللغة العربية بالضفيرة المثانية الوريدية but it can also be found in the rectal when you lie احنا هنركز على عشان ما اللي اخبطش حالنا على الكلام اللي ذكرناه بالأول الثلاث اماكن تنتين في الامعاء واحدة للدقيقة واحدة للغليظة والتالتة في المثانة تمام طيب الكلام اللي ضايل مش كتير محتاجينه بس بتكلم على انه بتبيض هذه الدودة وبعدين البويضات تبعتها زي ما اتفاجنا اللي في الامعاء بتخترق الامعاء وتطلع مع البراز واللي في المثانة بتخترق المثانة وبتطلع مع البول باقي الكلام ممكن نشطبه وبكده احنا وصلنا للصفحة اللي بعديها اللي بتتكلم على الاب والجابونيكم واذا كانت في البول حتكون الهيماتوبيا وعيارنا شفناها في تحت الميكروسكوب معناته فعلا عند المريض في دودة البلهرسيا او شستوسومة او يحمي المرض شستوسوميس نلتقي ان شاء الله بعد كده في الدودة التانية من الديدان المفلطحة اللي هي الفشيولة والى اللقاء اشتركوا في القناة